معلنا عن ختام انطلاقات سباق هذا المساء ليصدى الستار على اخر يشواط التميزات في هذا الموسم الرائع وهذا الموسم الناجح تنطلق هذه الدفعة الاخرى من الزمول المهجرات الاصائل لتتنافسها في نيل شرف الفوز والناموس في هذه الامسية نتابع الان مع حضراتكم ايها الحفل الكريم البداية هنا مايهاب على قمة الشوط تعود ملكيته لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المقتوم عملية تضمير مايهاب لدى محمد بن عبدالله بن حميدان النقل التالي على المركز الثاني نشاهد الان سلاب من يحتل المركز الثاني تعود ملكيته لصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن احمد بن عبدالعزيز زال سعود المضمر محمد اذا اللي غير الان وخذ المركز الثاني يحفل الكريم مشاهدين العزالي سمو الشيخ مقتوم بن حمدان بن راشد المقتوم زعفران عملية تضمير لدى سعيد بن عبد الحميري اما المركز الثالث يأتي ضرغام لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهدال السعود المضمر سعد بن طالب بن شريم المري والمركز الرابع نقل مشاهدين الكرام الى مياس لهجن العاصفة يحتل المركز الخامس في هذا الاندفاع الاول لهذا الشوط بينما المضمر حمد بن راشد بن قدير المركز الخامس نقله لمهدي لسمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد المهيان عملية تضمير لدى ناجم بن علي الغيلاني نتابع الان وننتقل الى المركز السادس النقل التالي على البجلي يلي بتروح وحرك يلي بتحرك هناك الان غير مقصص للمركز الثاني لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوب المضمر راشد بن سالم بن بخيد ونجد او نشوان في المركز الرابع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد برايد المكتوب ثالثا حمد بن خميس الغويس في تضميره المركز الرابع مهدي لسمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد المهيان ناجم بن علي الغيلاني المضمر شوفوا الاربعة على الكادر الاول شوفوا الاربعة وركز معانا يا ابو عدنان ركز معانا ونشوف ونعود الى المركز الاول عودة الى نشوان عودة الى المركز الاول الكيلو الاخير كيلو الامتحان كيلو الصراع مع هذه الزمول الله يا المشوار بدلان المشوار بدلان التحدي بدلان غمار الفوز والناموز والانتصار ولا زال نشوان مسيطر على المركز الأول لسم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم لكن اللي يتحدى وين اللي يواصل وين اللهم قصص ونشوان ومهدي ومياز كلهم في مكان واحد الفرصة الأخيرة لمن تكون الفرصة الأخيرة اللحظة الأخيرة اللحظة الأخيرة وروح مع نشوان وروح يمقصص وروح يمهدي وروح يمياز ولكن نشوان لا زال مسيطر حتى اللحظة نشوان في المركز الأول أكوى المرشحات لا زال متقدم ليسمو شيخ مكتوم بن محمد بن راشدة المكتوم ومقصص يحاول ليسمو شيخ أحمد بن محمد بن راشدة المكتوم صراع الأبطال صراع الأقوية ولكن الخبر الهدور التحدي الهدور ومثل ما خبرناكم بأن نشوان صاحب الشوط في المركز الأول أكيد ما تتزعزع الثقة الثقة موجودة لكن عندك طاقة عندك مخزون خل المخزون خلي موجود المخزون الاحتياطي الكبير اللي تقدمه هذه السلالات هذه النوعيات لكن المرشحة دائما تبقى في القمة تاني لإسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راهدان مكتوم على فوز نشوان بالمركز الأول المركز الثاني مقصص لإسم الشيخ أحمد بن محمد بن راهدان مكتوم مياس بالمركز الثالث لإجن العصفة المركز الرابع لشوان لسيدي صاحب اسم الشيخ محمد بن راشده المكتوم بينما مهدي في المركز الرابع للخامس لإسم الشيخ محمد بن هزاع بن زايد آل نهيان مشاهدين الكرام كانت نتيجة مع المركز الخامس نتابع أيها الحماول الكريم مشاهدين الأعزاء التوقيت الزمني في هذه اللحظات مع تواجد الأشوان تهنين اسم مشيق مكتوم بن محمد برادة المكتوم تهنين مضمنا سيف بن علي بن كليبي 13 دقيقة 24 ثانية 5 اجزاء من الثانية والتوقيت الزمني الذي حقق النشوان في هذا الشوط بينما المركز الثاني مشاهدين الأعزاء وصل مقصص لسم مشيق أحمد بن محمد برادة المكتوم تهنين على هذا الفوز و تهنين كذلك مضم راشد بن سالم ابخيد 13 دقيقة 27 ثانية وفاء وتماما وكمالا مشاهدين الأعزاء بينما اللي وصل في المركز الثالث كان مياس لهجن العاصفة حيث قطع المسافة 13 دقيقة 28 ثانية جزئين من الثانية تهانين للعاصفة وهجنه وتهانين الواثق حمد بن راشد بن غدير كانت هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء في مستهله وختام انطلاق هذا المساء لكن نعود بحضراتكم إلى التوقيت الزمن الأفضل والأسرع